موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين واهلا وسهلا بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم احنا معك وحشتوني من المرة اللي فاتت زي ما عودناكم اول فقرة هنطلع بيها هي فقرة الاخبار ودي بتبقى احنا الاسبوع ده عندنا اخبار كتير وحاجات كتير حصلت على مدار الاسبوع اللي فات هنجبها لكم كلها والفقرة التانية معانا موضوع شائق جدا وحساس جدا زي ما عودناكم برضو هو هيبقى موضوع حملة تنظيف المقابر من الاسحار والاعمال اللي معمولة فيها وهنستضيف معانا فضيلة الشيخ عماد محمود عبد المنعم احد هيئة علماء الاوقاف فالموضوع هنشرحه باستفادة معانا اول حاجة هنطلع بفقرة الاخبار بتاعتنا ومعانا خبر ما حدش تكلم عنه خالص على المشهد اللي حصل هو خبر انقاذ الغرقة واللي كان موجود في السيول اللي حصلت اليومين اللي فاته فيه واحد اسمه احمد شعبان ده ضحب حياته انقذ 21 فرد من السيول اللي كانت في نويبع كابتن احمد كان طالع رحلة استشفائية لمدة اربعة ايام في نويبع وكان بكله غرق بسبب سوء الاحوال الجوية الراجل ده من شهامته انقذ كل اللي كانوا موجودين وكانوا 21 فرد ومعرفش ايه الحق نفسه فللأسف بعد ما اتخبط في صخرة جرفته المية ومات الف رحمة على شهيد الشهامة احمد شعبان معنا خبر تاني برضو بسبب الانطار وانهيار البنية التحتية تم انتشار 9 جسس من منطقة الزرايب منطقة 15 مايو اللي موجودة في حلوان بعد ما جرفت السيول منازلهم وفيه 25 مفقود حتى الان السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية من الاحد والمدة اسبوعين ومعنا خبر كمان برغم النفي وتعليق رغم نفي خبر تعليق الدراسة في مصر وتأجيل الدراسة على قائمة ترندات جوجل وتويتر الا ان الدراسة ما توقفتش ومش هتتوقف ده على غرار تصريحات وزير التربية والتعليم اللي شاهدها في اكتر من الاسبوع اللي فات زي ما انتوا شايفين اني وزير التربية والتعليم نفى تعليق وتأجيل الدراسة معنا خبر كمان فاتن الحلو ترد على شائعات هروب اسد بعرضها من داخل القفص القسود بخير واحنا بخير ده اللي قالته نقلا عن المدربة فاتن الحلو ان ترددت شائعات من هروب اسد من سير كنادي عن شمس اسناء العرض من عربتها وان هو ما هربش هي كانت موجودة بمكانها وكل اللي حصل دوت اشعاعات مغرضة لا اساس له من الصحة معنا كمان خبر ان الصحة بتعلن عن مبادرتها بتوعية التعاون على الفيسبوك حول كرونا وفيه خبر كمان معنا خبر مهم جدا وكان تصدر الترندات بتاعت السوشيال ميديا وهو استقالة او تنحي زي ما بيسموها الملياردير الشهير بيل جيتس بيل جيتس تنحي عن ادارة شركة مايكروسوفت بعد 45 سنة وكان سبب تنحي او سبب استقالته المفجأة عن ادارة الشركة انه تفرغ للاعمال الخيرية وهو كان عاوز يركز في ادارة مؤسساته الخيرية ويتفرغ لها بشكل كامل فده كان سبب استقالة او تنحي بيل جيتس من ادارة شركة مايكروسوفت استحملونا شوية واحنا بنبزل مجهود ده اللي قاله وزير الكهرباء على لسانه في تصريح استحملونا شوية واحنا بنبزل مجهود خرافي ماشي يا معالي الوزير مشكور بتبزل مجهودات خرافية الطيار الكهرباء انقطع عن اكتر من ثلاث محافظات من انا وسهاج والوادي الجديد يعني معالي الوزير المجهود الخرافي بتاعك بصراحة باين الارصاد تم في تعرض البلاد لعصفة جديدة وتحسن نسب الطقس كما قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية هي نفت ان في حاجة هتحصل تاني خلاص النوى او الازمة كانت في الخميس والجمعة اللي فاتوا والنهار ده السابت تحسن حالة الطقس اللي موجودة الغاء خمس معارض سياحية دولية خلال شهرين بسبب كورونا من اهمهم معرب برلين ودبي بسبب فيروس كورونا وان كان ده واللي هيسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الا انه الالغاء كان حتمي ولازم خلصت اخبارنا بس حلقتنا لسه ما خلصتش انتظرونا في فقرتنا التانية وحنطلع فاصل صغير ورجعين تاني ورجعنا لكو تاني في فقرتنا التانية من برنامجكم احنا معك انتشرت الفترة الاخيرة ظهور اعمال السحر والشعوزة اللي موجودة في المقابر وانتشرت برضو مبادرة بتنظيف المقابر من اعمال السحر والشعوزة اللي مدفونة كوة مقابر قرى مصر من بحري لحاد الصعيد كانش ينفع اتكلم في الموضوع ده الوحدي فكان لازم استشهد واستشير حد من علماء الازهر في ضيافتي النهاردة فضيلة الشيخ عماد محمود عبد المنعم احد ائمة علماء حيئة الاوقاف اهلا وسهلا فضيلة الشيخ اهلا وسهلا بكم نورنا الله يخليك في البداية حابب اوضح بس توضيح صغير للسادة المشاهدين ان الفترة اللي فاتت انتشرت 8 حملات لتطهير المقابر واللي موجودة في صعيد مصر وفي وجه بحري بصفة عامة الحملات دي بداية من مراكز وقرى محافظة الغربية بعد المتشار الكبير اللي احنا شايفينه من اعمال السحر والشعوزة اللي مدفونا داخل القبور ده عمل ازاء كبير لبعض الضحايا وكان لازم ان حد يعمل توعية للموضوع دوت ناس كتير سعت في الموضوع ده ازاء الناس من اجل المال اعمال الطلاق المرض السحر السرطان الموت حاجات كتير لا عد لها ولا احصاء في حاجات ظهرت ورق مكتوب طلاصم مش عارف ايه ملطخ بالدم ازايز مقفولة حاجات غريبة حاجات غريبة ومريبة وزي ما احنا عارفين ان الحاجات ديت صعب ان الواحد يكتشفها لو احنا ما طهرناش القبور ديت منها كان من ضمن الحملات دي مجموعة من الشباب اللي هم وهبوا نفسهم بجد لوجه الله ان هم يطهروا يطهروا القبور ديت اللي موجودة مش مستنين حاجة من حد مش مستنين جنيه من حد مش مستنين حد يقولهم شكرا هم عاملين ده لوجه الله اولا هم سانيا شايفين ان ده موضوع علمي ان احنا ما نلجأش للسحر والشعوزة والبضع والخرافات دي لازم نستند للعلم نستند للدين في البداية يا فضيلة الشيخ ايه هي الاعمال اللي موجودة اللي ممكن تأذي الشباب والفتيات بالفعل يعني ايه شكل الاعمال دي تمام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم اما بعد باذن الله تعالى قبل ان ابدأ حديثي مع حدثك باذن الله اسأل الله العظيم ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ مصر من جميع الامراض وان يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا وجيشا واما باذن الله تعالى وقبل الحديث ايضا انا عاوز نحط عدة نقاط او نحدى نقاط معينة نمشي عليها اول حاجة في ابتلاء من الله عز وجل والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر انا بنحط الحاجات دي عشان نخلي الانسان يطمئن ان اي حاجة تصيبه لازم تكون من عند من من عند الله عز وجل ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون يبقى ممكن ربنا يديك المال بس المال يبقى ابتلاء يديك اولاد اولاد ابتلاء وممكن المال نعمة وكلنا عارفين والاولاد نفس الحكاية وممكن يبتلك بشر تمام عشان يشوف مدى صبرك هتصبر وهتتحمل ولا مش هتتحمل ومدى قوة الايمان يبقى في ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر كما جاء في القرآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة والحسد موجود نعم سحر موجود والحسد موجود والدليل بذلك ان في القرآن الكريم عندي نفس سوط البقرة ماشي عندما تحدث الحق سبحانه وتعالى واتبعوا ما تطلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما انزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول لإنما نحن فتنة فلا تقفى فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لغة اخر الآية بس في حتى انا اظنوا حط تحتها متسط فضل ألا وهي قول الحق سبحانه وتعالى وما هم بضررين به من احد الا باذن الله ونعم بالله تمام والآية كتيرة ولا يفلح الساحر حيث اتى وجاء على لسان موسى عندما قال لصحة فرعون ما جئتم به السحرة ان الله سيبتله طب في حسد نعم في حسد والحسد الدليل السود قل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ رب الناس تمام والحسد اساسا ملعوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عقد العقد فنفس فقد صح ومن صحر فقد قفر يبقى انا اعرف ان في ابتلاء ممكن ربنا يبتليني وعرف الحاجة ان السحر موجود وعرف ان الضر او الازع ديبقى من عند مين من عند الله سبحانه وتعالى لذلك الوحى دائما يدعو كده اللهم انك اردت ان تعلم اللهم انك اردت ان تعلم اللهم انك اردت ان تعلم تمام واحتفظت بالضر باذنك او بالضرب باذنك فكفيني الشر ما اصابني يبقى دي امور طيب بالنسبة بقى للموضوع السحر او الدجل او الشعوازة او تنظفت المقابر من هذه الاشياء انا كنت شفت فيديو على الفيسبوك تمام تمام ان واحد بينظف احد الوقاب واول حاجة جزاهم الله خير طبعا 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 الناس بتساعد على رفع ازع الناس دي بتشتغل واجه الله بتشتغل واجه الله وبترفع الازع عن الناس تمام ودي جزاءه كبير عند الله عز وجل يبقى كده جزاهم الله خير بس هو السؤال اللي انا يعني عاوز اسأله للمشاهدين وللنا الناس دي كلها لش معنى احنا دلوقتي بنعلق دائما شمعتنا على لأي واحد بيصوبه اي حاجة يعني مثلا قعد فترة فترة ما تجوزتش ولاكت معمول لها سح بعد ما تتجوز اتطلقت معمول لها سح ليه احنا الشمعة بتاعتنا كلها اصبحت معلقة على هي مش شمعة على هذا الشيء هو الفكرة في حاجة السؤال كان واضح انه هو الريدي الحاجة دي حصلت تمام الناس بتنظف لقيت الكلام دا كله الناس دي عملت كده ازاي وليه لا الناس دي عملت ممكن عشان بتوفع الؠأة عن المسلم وبيفرج عن المسلم قربة من قرب الدنيا وراب الرسول صلى الله عنه قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يومphem gjort عمل له عمل وحطه في قبر فيه ناس بيتعمل ممكن فيه ناس ستعمل كده الكلام دا علمي او الكلام دا المسكور في الدين صلى على الحبيب محمد هو لما بيعمل عمل بيدفنه في اي حتة تمام فممكن يحطه في اي مكان تمام بس الانسان منه يكون عنده ايمان قوي بالله عز وجل تمام والسحر لما بيعمل حاجة زادية ويعرف ان هو بسحره كده كده كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وان هو كده بيأزي وبيأزي الناس دي كده زنب كبير عليه وزنب عظيم عليه انما كن بقى هم محارتك بيعمل حمل التنظيف في المقابر دي لكي تطهيره من المقابر ماشي جزاوه من الله خيره بس هو لما بيطهر من المقابر ويوصل للسحر السؤال هنا بقى هنشوف السؤال بعد ما اخد مدخلة استاذ محمود من قصيوت ايوه لا سمعت انا العمال الموجودة في السحر والحديث دي مساء الخير الاول يا استاذ محمود اه ياريت بس توطي التلفزيون اسمعنا من التلفون ووطي التلفزيون شوية وفضلت الشيخ موجود بس واحدة واحدة يول سؤالك واحدة واحدة اصحاب البعاص والزنوب الناس اللي بتي بجأة مؤزية وليه بيديش لهار الناس اللي بتي بجأة واللي بتي برخور عمك اصدير التلفزيون استاذ محمود استاذ محمود استأذنك بس حضرتك تقف في مكان فيه سيجنال عشان خطر الصوت بيروح ويجي الاتصال اتقطع باستاذ محمود يا ريت تحاول تكلمنا مرة تانية بس انا يعني التقطت كده بعض الكلمات من اللي بيقولها الاستاذ محمود ان الاعمال والسحر اللي هو بيتعامل دوت بيكون فيه معاصي نرجع تاني لفضلت الشيخ انا ما فهمتش سؤالك بصراحة استاذ محمود يا ريت تحاول تكلمنا مرة تانية فيه معاصي ازاي مرحب الاسحار نرجع تاني لفضلتك كنت بتقول انا كنت قول لحدك حمل التنظيف في المقابة وانا شاهدت فيديو على كده وهو الحاجة جزاهم الله خير حسنا دي شباب متطوع نظام لك بس هو السؤال اللي انا عاوز اسأله حدتك معانا برضو مداخلة تانية من الاستاذ ناصر من اسيوت استاذ ناصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فاند اولا برحب حدتك وبرحب فضلت الشيخ اهلا وسهلا بك حدتك بالنسبة لأعمال السحر والدجل والشعواج والسلام دا كلو ايه الحاجات دي بتبت بتلقى مرجوضة حتى لما يكون حد بيصلي او بيرفقى اهلا او ومع ذلك متضررة الحاجات دي وما بكيت انها بتطلبش منه بسهولة يعني اعرف حضوطك حاجة واحد كل ما يتزوج المزوج بتاعه بيكشل وحياته مع امني معلاش يعني هو مش احترام حضوطك يعني واضح واضح جدا ان فيه حاجة معمولة ومنزم بالصلاة وبيعرى الاذكار والحاجات دي ومع ذلك برضه فيه حد متعمد ان هو يقزين والاذب يصيبه تماما استاذ محمود اي سؤال تاني ياريت لو حاجة معينة ممكن فاضلت الشيخ هيجاوب على فاضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك دلوقتي وبنشكر حضرتك على المدخلة الجميلة دي استاذ ناصر تحياتي لكل اهل قصيوت انا عاوز اقول للاستاذ ناصر نزول الله خيرا بالنسبة لانه بيصلي وبيقول بيصلي وبعده ملتزم وبرضه فيه حاجة ملازمة تمام انا اول ما بدأت الحلقة قلت ان فيه ابتلاءات من الله عز وجل تمام تمام لما يجي يقول بيقرق قرآن ويعمل انا اسأل حراتك سؤال هو الشيطان هنا لما بيقترب او المس او الجن لما بيقترب بيقترب مين مش بالانسان الصالح تمام هل الشيطان هتلاقيه قاعد على المقاهي وهنا وهنا ولا الشيطان بيبقى عند ابواب المسجد عند ابواب المسجد بيقى فيه بقى ابتلاء من الله عز وجل لذلك لما جي الشيطان قال لربنا قال وعز ذاتك وجلالك لا ازال لأغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فبيجي للشيطان او المس بيفضل كل ما الانسان ما بيقترب من الله عز وجل بيبدأ الوسفة ويبدأ الاعمال ومو كنت ايزي طيب العف من بقى هنا كده تمام العفة مش العفة في القرآن ولا العفة في البتاع الممكن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى رفع درجاته وفي نفس الوقت الانسان يؤمن ايمان كامل انه ممكن يكون فيه تقصير منه فيه تقصير ايمان زي مثلا نبس على صلى الله عليه وسلم لما قال ماء زمزم لما شربت له تمام ما يجيش واحد يقولك طب انا عيان هشرب من ماء زمزم كده واشوف هل هشفى ام مش هشفى ربنا يشفينه ولا مش هشفى لا ليس للعبدي ان يمتحن الله معنا مدخلة تليفونية كمان من مدام امال من القاهرة قلو قلو مساء الخير يا مدام امال قلو معليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضعلي فضلت الشيخ معاك لو سمعت انا عندي يعني ناس كتير جات شافت له كده دعبانة و يا عندي سلفة تقزين على طوال يهد وقت التليفزيون يا استاذها امال وتسمعينا من التليفون لان فضلت الشيخ مش سمع سؤالك بالزبط مدام امال طيب حاولي تكلمينا تاني يا مدام امال ووضح ان الخط تقطع تمام احنا عاوزين نقول للسلام واشهدين الحالي حصنوا انفسكم ايوه حصنوا انفسكم ايوه انت حدثك حصن نفسك بالقرآن وحصن نفسك بالأذكار وحصن نفسك بالصرح تمام؟ والدعاء تمام؟ والتقارب الى الله ورقية الشرعية انا حصنت نفسي بهذه الاشياء كلها وبرجوع الى الله عز وجل تمام؟ طيب احنا عاوزين نعالج الموضوع ده فضلت الشيخ خلاص العمال موجودة والمقابر ممتلئة بالكلام دوت كتابات اصحار نقش اعظام ريش مش عارف ايه اه وماش ملطخ بالدم الحاجات كلها لانا احنا عاوزين عاوزين ننظف تمام هل سؤالي الحاجات دي او الاماكن دي لو اتنظفت هل هيبطل مفعول السحر؟ نعم لان اللي بينظفت الحاجات دي لو اتلمت كلها كده وكوم واحد كده وكبع على القرآن وما شاهدها ذاك يبطل اقل اعمال السحر؟ معانا مدخلة تليفونية من استاذة صمر من محافظة انا هلو اهلا وسهلا مساء الخير يا استاذة صمر سلام عليكم وعليكم وسهلا الله وكاد سمحت عازة تفتر بس من الشيخ حاجة اتفضلي بس انا سني خمسة وتلاتين اربعة وتلاتين سنة تمام؟ وكل ما حد بيجيلي قبل ما حد ما يجيلي احس يعني ما حدش خالص يتكلم عليه بس بحس اه اني با ادخنك وبا ادائك وأقعد ادخانك مع امي وكده وبعد كده اعرف ان في عريس ما يجي يوم ما يجي بعد كده اقعد ارجع وبعد كده وبعد كده ما يتمش الموضوع عازة اعرف سحر ولا حسد ولا مسوية علاجه يعني؟ تمام يا استاذة صمر شكرا على مدخلتك وعلى سؤالك فضيلة الشيخ هيجاوب دلوقتي على سؤالك هي حدتك بتسأل ان كل ما بتقدم لها خطيب بعد كده بيروح ما بيجيش وبتحس بدوقة بحس بترجيع او بترجع تمام؟ دي مو كلكن حاجة معمولها تمام؟ بالحاس ان هي اه وبتتخانق مع والدتها اه هل دي حالة سيكولوجيية احنا مش عايزين يا جدعان نسنت كل حاجة على الساحل والساحل وبعد انا عايزين برضو نخلي حاجة كمان احنا عايزين نقول من كلكن ده لسه النصيب لم يأتي اليها مايشتريتش مشتريتش ان هي مو كلكن نصيب ومو كلكن الترجيع او الحاجة يرجع لسبب مثلا نفسية ان هي حتى تستمعها تقدم لها واحد محصدش نصيب هكذا بتدي اعملية الخوف تخاف مثلا دي نفس القصة فيتم ان ترجع ويحدث لها ما يحدث فاحنا بنقول هنا هي مو كن تستعيز بالله الشيطان الرجيم تمام؟ وتحافظ على القرآن وتحافظ على الاسكار وفي نفس الوقت تعلم ان الحاجة المكتوب لها هي اللي هتشوفها المكتوب لها هي اللي هتشوفها زي من نفسها صلى لما احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد وتجاه اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاسعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك فالانسان هنا يتحصن بالقرآن ويتحصن بالأذكار ويتحصن بالصلاة ويتحصن بالقرآن ويتحصن بالصلاة وبالقرب الى الله سبحانه تعالى وانا حضرتك لما بلأت الحلقة قلت لما نحط تحت قولي تعالى وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله يبقى عافية ان كل حاجة هتصيب الانسان دي مكتوبانه طبعا كلام جميل معانا مدخلة تليفونية من اسراء من اسوان مسائل خير يا استاذ اسراء اهلا وسائل نور اهلا وسائل انبيك اتفضلي فضلت الشيخ معاك لو سمحت انا عندت 19 سنة تمام فانا على طول في الملايخ الحمام تاني كده عشان تمام بعد تاني كده من بعد 19 سنة وعيدي عشان انا مش سمح حاجة طبعا في الملايخ وشنة عادي 19 سنة وعن مرايخ الحمام مرايخ الحمام اه فانا على طول ببقى على المرايخ وجيت من فترة اتخلعت فيها تمام اتخضيت يعني اه اتخلعت فيها وجيت تشيخ وتعالجت تمام تمام بس كل ما يجي من عريف بعديها تطرش يعني يكون انا خلاص مرتاح يا اما لو هو مرتاح هوني مرتاح اتخف الحاجة في بيتنا يا اما تيجي صادة من ناحية لانه صادة من ناحيته اه رحتي للشيخ برضو في السيدة زينب عندنا في اسوان واسولي معمولة أه وقف بالحال وعليتي أربعة بس هم في البيت اغين البيت دك طب هو اللي حادتك طب هو حادتك أرسازة لما وقتلي الشيخ وعالجك عالجك إزاي الشيخ أول مرة عالجني كنت عند أختي لما عالجني أول مرة كنت عند أختي بالقرآن ولا عالجك بقى ولا آه عالجني بالقرآن تمام تمام دي أول حاجة كان حاجة برضا الشيخ لما رحتل في سيدة زيند جار علي وبعد بطنة وقعني وشربني ميا مقرأ مقرأ عليها وبعد ما أرى عليكي وبعد المياه وبرده لسه بتعاني من العرض دي آه لأ بس أنا حاليا شعري كل بيطرع ودهري ألم على طول شديد فأنا حاليا جاييني عريف فهو مديني يشيل حاجات أمشي عليها القرآن صورت البقرة وصورت ياسين أبراها فاجيب عليها بيومين رحت اتعذرتي مقالني رابي من العرض مش في العادة تمام شكرا أنا عايزة أكيدة أكمل ولا إيه كده حديثك مورد على القرآن وعلى كله والأذكار وكله أنا أصدقل ليه؟ أولا وأصدقل ليه؟ أولا وأصدقل ليه أحسي من زولات في البيت؟ أعصد أنا وجهجة نحسي بأي حاجة من مشاعر تمام وعلى طول بلاقي تعبين صغيرة في الحمام استفسار تاني يا أستاذة إسراء أولا تمام كده؟ يا بس كنا عاوزين شكرا لك يا أستاذ إسراء كنا عاوزين على أصدقل إسراء التعبين دي أنا أبي تقول لك البيت هي المشكلة في البيت غير البيت يا أستاذ إسراء لو إحنا عاوزين بس نقول لي أستاذ المشاهدين حاجة واحدة زي ما قلت لحضرتك كده مش كل أمورنا متأف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضا فضلت الشيخ لأن في دي حالات فعلا أنا شفتها بعناي موجودة بيبقى مشكلة عضوية بيبقى في مشكلة عضوية في الجسم وتسندها يقول لك زي ما حضرتك حضرتك لو بعريزنا حضرتك لو قلت تساقط والشعر دي مشكلة عضوية ما لوجه علاقة بالسعر مشاكل الظهر عندي ألم في ظهري عندي ألم في رجلي حضرتك أو حضرتك دي مشكلة عضوية تروحي الدكتور تكشفي مش تقولي معمولي عامل يا أستاذ شهادي أنا أقول له حضرتك حاجة أنا زي ما بدأت الحلقة كلا قلتك إحنا مش عاوزين كل حاجة أنا علاقها أيوة السحر موجود والحسد موجود تمام تمام بس فيه تقصير ممكن لكم من جانب نحن ما إحنا عاوزين بقى نبرز أو نتكلم في التقصير اللي إحنا مقصرين إنت بقى إنت مقصر بقى مقصر من نحية الصلاة مقصر من نحية الأسكار مقصر من نحية قراءة القرآن تمام أقول له حضرتك حاجة أنت متعرفش أن الإنسان ممكن يحصن ابنه من الشيطان ومن الحاجات دو كله قبل أن يولد تمام تمام لما جي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحد أي واحد فينا أحب أن يأتي أهل قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال لك أن يوزك بولد ولد بقى بنت أو ولد لن يضوه الشيطان أبا ما جاش على لسان سيدة مريم لما قالت لما إني نظرت لك ما في بطني محررة وإني أعيذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم يبقى الحاجات دو كلها أنا مش أعاوز نبني حياتنا على الأفكار دو كلها الأفكار أني معمول لعمل وحال يقف وحال يعمل وحال يودي وشعر رأسي بيتصار أستوقف بس حضرتك فضلت الشيخ معانا مدخلة تليفونية الموضوع الناس كتير عايزة تتكل معانا مدخلة تليفونية من أستاذ علي من أسيوت تلاتة من أسيوت لحد دلوقت شبابنا بسيط أستاذ خير يا أستاذ علي يعني بسيط أستاذ علي أنا مرة ساعتها اتصلت بواحد زي كده على خناة الصح والجمال بس يعني بتاع أبراج وكلام زي كده أبراج وقال لي عادي الضلاب ومعادي الجواز وقال لي يحصل بعد كذا وشهرين ثلاثة وطبعا أنا مكنتش عارف في جيزة أستاذ علي 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 سمعك السؤال بتاع حضرتك بقى أه السؤال أنا هل السحر يعرف حاجة هتحصل بعد 20 سنة 30 سنة هاي إيه خمس ستة شهود هيأثر كذا وممكن للسز السز علي ممكن بتتكلم أصدع لحاجة أصدع للتنبؤات والناس بتقول لك بعد 20 سنة هل السحر بيشتغل ممكن يبقى شغال بعد 20 سنة لا يعلم الغيبة إلا الله يعرف الله هيحصل إلى 20 سنة يعرفه أصدع تنبؤ هل السحر بيتنبؤ يا شيخ تنبؤ هو أقول لحادتك حاين هو أول الحاجة قبل ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي كان الشياطين بيستركون السم تمام بيطلع يسمع لأن ربنا صلى الله عليه وسلم كان بيوحي إلى الملائكة أعمال السنة كلها كاملة فكان الشياطين بيطلعوا يستركون السم فلما بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لك وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وشهبة وإننا كنا نقعد منها مقاعدة للسامع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد فأصبح الباب مقفوض الباب أصبح مقفوض فأصبح كل اللي بيعمله الساحل أو الدجال هو بيستعين بمين بجنت وبيصخر جنت وعشان يصخر الجن لي ويكون تحت إيده تمام لازم بيعمل حاجات تؤدي إلى الكفة دي نقطة مهمة أنا عاوز أسأل فيها فرد سؤال كويس إن فضلتك وصلت للنقطة دي تمام الناس تركز معايا في النقطة دي اللي بيعمل ده علشان يصخر الجن هو بيعمل حاجات تؤدي تؤدي أو أوردي حاجات نعم كفر تمام فحضرتك أو حضرتك اللي أنت بتروح له ده كافر النبي اللي قال النبي اللي قال قال من أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد تمام أو أنا عشان أصخر جن ونقول قاله قاله أستاذ صمر رجعت لنا تاني كنت عايزة تسأل فضلت الشيخ على حاجة تفهم أيو يا عبد الشيخ أنا فقول لك قبل ما أحس أني فيه عريف بيجي قد ما أعرفش أي حاجة بتخينك وبتائك حتى أمي معاي بس عند سمع القرآن إيدي بتترفع يعني عندما روح الشيخ يجرالي روح إيدي تترفع كمام ووحدتك ما تعرفش أصدق إسرائي أني فيه كارين إيه؟ أني مع كل واحد مننا كارين 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 يعني شيطار ما عرفش يعني اللي يقول لي كارين كريح أصدق أنا عند سمع القرآن حتى لو سمعت إيدي بتترفع يعني بتترفع طب والشيخ اللي بيكرر عليك القرآن كان موقفه آه مثلا أو بيعمل آه يا أخي الشيخ ده صراحة مش بيحط إيده خالص عليك يقول لي ايديك على أنا بتكلم بعد ما بيكرر مع حردك القرآن وإيدك بتترفع بعدها شوية بيعمل آه بتقومي عادي أكعد أتاوب وعني عرقوب بالدموم طب والشيخ بعدين قال لك آه قال لي حسد واللي يقول لي قريح بس أخي واحد ده عزميته ما يقول لي حسد حتى بيتنا يعني حتى مرة خادلة ما تيجي بردك ما تقعد تتخنج وتموحى على دور طب تمام ما عرفش طب الحسد ما موجود في القرآن والنبس الله سلام لما نزل عليه كل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقل ومن شر حسد إذا حسد انت حدثك بس التزمي بالقرآن والرقية الشرعية يعني ما تخليش الحالة النفسية تمزل بالطريقة دي شرفت جدا باتصالك يا أستاذة سمر معايا قصة فضيلة الشيخ فضل معايا قصة دي قصة وقعية ومبادرة أم بها شاب شاب اسمه أحمد محمد إيسى 35 سنة من قرية تابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية الشاب ده كان بيعمل مسترج مهنة بسيطة وهو بيقول إن أنا منذ الصغر وأنا بسمع عن قصص الأعمال والسحر والشعوزة بس بيبقى متيقن أو بيقول أنا عارف إن دي حاجات بتأذي الفتيات وكان بيشوف الشيوخ الكبار اللي هم عنده في القرية ومعانا صور من الشاب والحملة ظهر على الشاشة بيقول إن أنا كنت بتابع الشيوخ إن هي بتعالج الفك الأعمال والسحر والشعوزة بالراقية الشرقية وبالقرآن فكان بيحب يقعد كتير يشوف هما بيعملوا إيه حتى إن الفكرة دي جات له من أربع سنين إن هو يبحث ويعرف من خلال الكتب الدينية كمان بيقول أنا اتعلمت كتير من قراءتي الكتب فكان بيروح للحالات اللي موجودة عنده في القرية وكان بيقرالها قرآن وبيقرالها راقية شرعية إلى أن تم شفاء معظم الحالات اللي كان بيتابعها بنسبة 90% الحالات دي فضيلة الشيخ بيقول إن هي كان عندها أعمال في المقابر 90% من الحالات المتضررة اللي كانت بتروح للشيوخ دي كان لها أثار إن أعمالها مدفونة في القبور وكان بيقول الشاب ده إن لازم نعمل حاجة تنظف القبور من أعمال السحر والشعوازة اللي هو عمله ده لقى إعجاب كتير من المواطنين وفي ناس شاركته على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك أطلقوا حملة اللي هي منظيف المقابر والحملة دي توسعت شملت سهاج وإنا والقاهرة والأليوبية والشرقية والمنوفية والكفر الشيخ والغربية بس كان أغرب الحاجات اللي حكي لنا عليها أحمد إنه شاف الألاف من الأعمال على شكل ريش دجاج ملفوف في عقد ومجموعة من العريس التنية والورقية وبعض الأوراق موضوع عليها داخل سمار الحندل نبات الحندل كلنا عارفينه وبيقول فيه أوراق مدوان عليها أسماء أشخاص وعدة ياسين وفيه طوب ملفوف بالقماش الأبيض وشبك صيد معقد عصى طويلة ملفوفة بقماش أبيض وعليها طلاصم وسرنجات وبيض ودم وصور أشخاص إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ إيه رأي فضيلتك في اللي قاله الأخ أحمد أو دي الحملة اللي هو أطلقها؟ ده نموذج رائع من الشباب اللي هو بيشتغل أو بيفكر إنه هو ينزل ويعمل حملة ويطلع الكلام ده للنور وإحنا عارفين مجتمعنا بدون أي مقابل وفي مجتمع ريفي الغربية أو مركز زفتة وهو أنا أنا حضرتك أنا شفت فيديو تمام على النت حتى ما كماتش الكلام معك تمام حملة تنظيف المقار تمام أنا لقيت واحد جايب إزازة ومليانة من مية تمام وبيقرأ عليها تمام وحطها على إيه وبقى ماشي في المقار الإزازة هي اللي بتوجهه للمكان اللي فيه العمل أنا استغربت آه شفت الحاجة زي كده شفت أنت عارفتك آه آه هو الإزازة حطتها فبصة لاي الإزازة اللي عملت كده روح داخل آه والواحد ابحث ابحث شوية روح مطلع عمل تمام روح فتح الإزازة قرأ عليها تمام وهم غطيها وروح ماشي وهكذا بعدين حتى طلع يعني بياخد طلع واحد فق شجرة وجاب عمل من فق شجرة مش جريب تمام دي اللي أنا بق حتى بقيت أسأل نفسي طب هو دي داخل إزازة بتوجهه إزاي طب هو ده ما يعتبرش دجل لفضلت الشيخ برطة ما أنا بقول بقى هشوف الله حضرتك حال دي يعتبر من الأشياء اللي فيها دجل وشعوزة أنت داخلها تعالج لما النبي صلى الله سلم صحر صحر وجيه وصحر اللوبيد بن الأعصر تمام ونزل عليه الملكان وعرف إنه مصحور وفي مرمي في بيئ وجابه النبي صلى الله سلم ونزل عليه قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس تمام والحديث دي موجود تمام وحديث صحيح تمام لذلك قال لك إنه إحنا محصن نفسنا قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس فلما أنا لقيت الإزازة بتروح وتاجي وتروح وتاجي وتدله أنا ذات نفسه استغربت استغربت طب دي مني اللي بيوجهه هل هو مسخر حد لأ ما أعتقدش طب القرآن اللي وجهه الإزازة اللي وجهته فأنا عاوذ أقول أيوة فيه سح أنت تردت تحلي نفسك وتتجلب عليه أنت بقاطك بالقرآن لأن فيه ببضو حاجة السرشالي عاوذي ننبع عليها اللي بيفك الحاجات دي مدى قوة إيمانة طيب أنا عاوذ برضو أسأل فضلتك سؤال يعني الناس اللي بتعلم السح فيه ناس بتعلم السح وبيتمرسوا ده الوضع الفريم بتاعها إيه هل هو حرام شارع عام أصلي فيه لغط وفيه لغبطة فيه ناس بتقولك إحنا بنعالج بالقرآن وفجأة تلاقيه هو شغال بالسح طيب الناس سأل حادتك سؤال طيب بعد إذن حادتك اللي بيعالج بالقرآن ده ما لازم له كله شروط هو عشان يعالج بالقرآن ما مش أي واحد على الشي أنا كنت أعرف ناس الصجارة بقوا كل حاجة أقولك أنا بيعالج بالقرآن كمان إزاي إزاي إنت ذات نفسك هتعالج بالقرآن وإنت التعاليم القرآن بخالف تمام فأجأ أقول لها حادتك الإمام أحمد بن حمد رحمة الله عليه كان بيعالج لما كان بيجاء واحد قوله تعنده مس أو فيه واحد مثلا عنده مس فعوذي تعالج كان بيعمل قال الإمام أحمد بن حمد كان موكن يبقى طيب إيه رأيه فضلتك في فتح المقابر على الموتى والسحر الأسود اللي موجود فيه هدم إيه وضع السحر الأسود أقول لها حادتك لتعشان تفتح المقابر على الموتى نحن نسميه نبشو القبور ده غلط طب ما فيه بلاوي جوه من اللي قالك ان فيه بلاوي انت تأكدت الناس بتفتح اهي يا أستاذنا اقول له حالتك حي انت لما تفتح القبر ومتأكد ان فيه جوه قبر قالك هنا يجوز في حالة واحدة اذا كان فيه مصلحة للحي يعني مثلا هنقل واحد من قبره او هفتح على قبره عشان هنقله من مكان لان القبر دي فيه كذا او فيه حاجة انا متأكد انا مش بنبش دلوقتي انا هفتح القبر لقيت فيه عمل خلاص هنظف ما لقيتش فيه عمل هقفله انت كلا تفتح لغرب ضبورة معانا سمر معانا سور من الحملات اللي هي مدودة بمحافظة كفر الشيخ والاليوبية في مركز بيلا ان فيه ناس بتنظف بقالها اسبوعين كل يوم جمعة بتنظف وكانت بتشوف اعضاء موجودة واعمال سحر وورق مكتوب عليه طلاصم زي ما نتكلمت هذا كلها منشورة وفيه حاجات تانية بيقولك الشباب شاف طلاصم وعمال سحر واحجبة وملابس داخلية حريمي وطرح وعظام حيوانات موجودة على الاكفان وفيه برضو ورق مكتوب عليها اسماء اسماء وصور لبعض الاهالي الغرض منها الطلاق والتفرقة بين الاهالي والمرض والكسل والسرطان والجنون وعلى الفور تم اطال مفعول السحر دوت بالقراءة عليه عاوزين كلمة اخيرة من فضلتك لانه فاضل معانا دقيقتين ونخل الموضوع اكبر من ان احنا نتناوله اكتب الحلقة الموضوع اكبر من ان احنا نتناوله وكان لازم برضو ان احنا نوعي الناس اكتر تمام هو لحظاتك حاجة الحاجات دي اللي دخلها المقابر تمام السؤال برضو بص انت الموضوع برضو اعتبر شائك تمام انت دي الحاجات دي كلها اللي دخلها المقابر طب انا برضو هايز اسأل سؤال ما هتفضل انت دلوقتي الحرمونية انا جيت فتحت وحطيت والحرمونية ما جيش افتح لا ما اقول لحظاتك حاجة ما هيحطش ما هيحطش في المقابر صح ها الا مين الا الرقاء مع المقابر او واحد من اهل الناس تمام صح تمام شوف زي مثلا اقول لحظاتك حاجة كان فيه برنامج زمان بتاع الدكتور عبدالله شعاته لو حظاتك تفتكروا قال لي رحمة الله كانت واحد اتصل بيت صار كده وقالت له انا روحت عشان ازول الكعبة فمجرد ما دخلت الكعبة ما شوفتش الكعبة خالص ما شوفتش الكعبة خالص فايه السبب كده قال لاب انت في حاجة ما بينك وما بين ربنا صحيح الله تعالى اتاتها هي كان من ضمن الناس اللي بتغسل الموتى وبتحط معاهم مع كافة الموتى كان بتحط اعمال للناس في السح مقابل اه مقابل الماديات وكان بيتدفن معاها فهي ترجع الحاجات ده كلها هل القائم على المقابل مفيش امانة بيفتح الناس وتخش عشان نفتح على الارقاب ولا هل هي المغسل ذات نفسه فانا اقول له حالتك انت بتقول هنفتح المقابل ونحطها ماشي من اللي هيفتح ويحط هل دخلوا اللحظة ذات نفسه ولا برر اللحظ زي ما كان في الفيديو يبقى في الحالة دي ممكن اي حد يحطها يبقى ما فياش اي ازاء للمي انت بتنبش فيه برر القبر انما داخل القبر انت هتفتح للمي اللي عماء كله من الاغرابي قالك ملا مينفعش نبش القبر وفتح القبر الا في حالة الضرورة قبر في الطريق عايزين ننقله عشان نوسع الطريق انسان في القبر القبر اتملع عليه مية ومتاع فهننقله في مكان تاني بتحسر يبقى دي مصالح وحاجات احنا محتاجين لها انا بشكر حضرتك يا فضيط الشيخ وفي النهاية حابب اقول كلمة لكل اللي بيسمعوني ما ينفعش يبقى فيه حاجة زي كده ونسكت نظفوا القبور والحملة مازالت مستمرة لان ده فيه قدين عرفنا كل حاجة وعرفنا مين اللي بيزينا باسم الدين فالناس ما تروحش لأي حد والناس ما تقولش لأ ده حرمانية القبور القبور دي فيها مهالك القبور دي فيها مهالك ساعدونا وساعدوا بعض وساعدوا نفسكم علشان خاطر ايه نبطل مفعول الأسحار والأعمال اللي موجودة دي مش هقول أكتر من كده مش هقول أكتر من كده بدون التعدي بدون طبعا بدون التعدي على حرمانية الميت القبور دي كانت آخر حاجة اتكلمت فيها وللأسف حلقتنا انتهت مع فضيلة الشيخ هو الوقت الطيب بينتهي أتمنى يبقى فيه لقاء تاني إن شاء الله بإذن الله نكمل أنا عندي مدخلات كتير ما خدناهاش وللأسف وكان عندي رأي ورأي الآخر يعني أنا زي ما كان عندي فضيلة الشيخ عماد كان عندي حد من الكنيسة كان عاوز يدخل يقول رأيه شرفنا فبإذن الله هيبقى فيه حلقة تانية نكمل فيها موضوع السحر والأعمال في النهاية بحب أشكر فضيلة الشيخ عماد على اللقاء الجميل ده وبشكر جميع المدخلات اللي كلمتنا النهاردة وبشكر أعزائي المشاهدين اللي شافونا النهاردة لحد ما نتقابل الحلقة الجاية هتوحشوني واستنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد من بغنامتكم احنا معك